صفكتنا بقى اللي جاية دي يعني زي ما بيقولوا واحد محب للنادي الاهلي قبل ما يكون لعب كرة قدم واحد هو صغير عاشق للنادي الاهلي واحد كان دايما في مباريات النادي الاهلي وهو صغير متواجد في المدرج تحس انه واحد من جمهور الدرجة التالتة علشان كده دي صفكة مهمة جدا ولما يبقى واحد مرتبط بالنادي الاهلي منذ الصغر بالرغم انه هو ملعبش في ناشئين نادي الاهلي ودايما بيتكلم عن نادي الاهلي ودايما يقول ان حلمي ان انا ألبس الفنينلة الحمرة فدي بتكون صفكة مهمة جدا شاد حسين واحد من اللي ابتدى في نادي المولين العرب وبعد كده راح نادي سيراميكا كليو بطرة وهو في سيراميكا جات له عروض كتير انه ينتقل لأندية أخرى وهو في عز تقلقه سواء لما كان في الدرجة التانية وايضا كمان وهو في الدور الممتاز لكن دايما حاطت حلم قدام عينه هو النادي الاهلي علشان كده بنتمنى لشادي حسين كل التوفيق عجبني جدا تقديمة شادي مش مجرد انه هو واحد في الملعب زي ما بنشوف اي تقديمة بياخده الكرة يستعرض المهارات بتاعته لكن عجبني قوي التقديمة بتاعت شادي وهو واقف في مدرج مختار التيتش وهو ماسك عالم النادي الاهلي الكبير كأنه واحد مشجع اعرضونا اللقطة دي تاني لو سمحتوا علشان نشوفها مع بعض وهو ماسك عالم النادي الاهلي وهو واقف في مدرج مختار التيتش وهو واقف كأنه واحد مشجع ولعبة النادي الاهلي بتلعب وهو بيقود مدرج هو ده شادي حسين هو ده اللاعب المحب للنادي الاهلي بعد سنين طويلة حقق حلمه حقق حلمه بالانضمام للنادي الاهلي واصبح دلوقتي لاعب في صفوف النادي الاهلي نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ويكون اضافة كبيرة جدا للنادي الاهلي موسم السابق احرز عشر اهداف مع سراميكا كليو بطرة ستة باليمين واثنين بالشمال واثنين بالرأس في تنوع في اهداف شادي نتمنى له ان شاء الله كل التوفيق ويكون اضافة كبيرة لصفوف النادي الاهلي اشتركوا في القناة